اشهد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ودي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء بالدور المحوري الذي تقوم به قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني في ترسيخ دعايم الامن والاستقرار والحفاظ على المكتسبات الوطنية بما يعزز مواصلة تحقيق الاهداف التنموية المستدامة للمملكة في ظل المسيرة الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى اهل خليفة ملك البلاد المفدى القائد الاعلى حفظه الله جاء ذلك لدى زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله اليوم الى القيادة العامة لقوة دفاع البحرين حيث كان في الاستقبال معالي المشيرة ركن الشيخ خليفة بن احمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين ومعالي الفريق ركن الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية وسعدة السيد عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع وسعدة الفريق الركن ادياب بن صجر النعيمي رئيس هيئة الاركان وعدد من كبار الضباط وخلال الزيارة قدم لسمو يحفظه الله قدم اجاز عن المستويات للتنسيق والتعاون بين قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية وخطط وبرامج تطويرها وذلك لمواصلة تعزيز الامن والاستقرار من اجل خير والزهار الوطن اشتركوا في القناة